افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة اليوم مسجد تحيا مصر بحي الأسمرات الثلاثة وذلك بحضور وزير التنمية المحلية ومحافظة قاهرة وعدد من القيادات ليكون المسجد الثاني داخل حي الأسمرات ليخدم أهل المنطقة وأكد وزير الأوقاف أن دولة ترسخ فكرة المسجد الجامع بدلا من الزوايا بما يليق بحضراتنا الإسلامية المزيد في سياق التقرير التالي تقرير بيوت الله مبنى ومعنى هنا بحي الأسمرات افتتح مسجد الأسمرات ثلاثة ليخدم المنطقة التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثاني عشر من يوليو الماضي وذلك تزامنا مع افتتاح خمسة وأربعين مسجدا آخرين في اثنتا عشر محافظة اليوم فعلا بيتم افتتاح خمسة وأربعين مسجد من بداية سبتمبا حتى الآن قبل نهاية أربعة أشهر بلغ إجمالي ما تم افتتاحه خمسمية ستة وتسعين مسجد بنؤسق قضية المسجد الجامع يعني هديك كل المساجد اللي بتفتتح لم تعد هناك زوايا لم تعد هناك المصليات التي كانت تحت العمارات أو في مداخلها المسجد الذي يليق بحضراتنا الإسلامية في خلال الفترة اللي فاتت تم افتتاح عداد الكبيرة دي من المساجد في نفس الوقت علشان احنا يمكن في بعض المساجد اللي بنيت على أراضي يعني ملكة الدولة وبالتالي احنا بنستعيد المساجد دي بمساجد أخرى لها دور مجتمعي بالإضافة لدور الديني الموجود معها وهذا لدور الأساسة تقوم بيد دولة مع المساجد دولة بتؤكد بتكون دايما حريصة على عند بناء هذه المشروعات أن يكونوا ضمن الخدمات هناك مسجد وكنيسة المسجد اللي احنا متوجدين فيه اليوم هو المسجد الثاني في مدينة الأصمرات المسجد تحية مصر ساعته 1500 صلي دفع اتنين دار منسابات ومصلى للسيدات فدفعوا الدرري قبل وقوعه أو جب من بعده موضوع خطبة مساجد الدولة اليوم الجمعة تحت عنوان الوقاية خير من العلاج لتأكيد الالتزام بالإجراءات الوقائية من فيروس كرونا أكثر من 120 ألف مسجد اليوم يخطبون هذه الخطبة ليقوموا بتوعية الجماهين وتوعية المواطنين حول الإجراءات الاحترازية التي قامت بها وزارة الأوقاف منذ بداية هذه الأزمة سلسلة من الافتتاحات تقوم بها وزارة الأوقاف ليصل إجمالي مفتتح بداية من سبتمبر الماضي حتى اليوم 596 مسجداً بإجراءات وقائية معممة لحماية المصلين سلي سلم التلفزيون المصري